كجرعات تتابعية كالدواء جولة ميدانية لأمين بغداد برفقة النائب غاندي الكزنزاني ضمن حدود بلدية المنصور جولة تضمن الثلاث محلات سكنية لإكمال الاستعدادات لإطاق صفيرة البداية بإعادة تأهيلها ضمن مشروع نهضة بغداد الذي أقدمت عليه الأمانة اليوم متواجدين الحقيقة في جانب الكرخ من بغداد في منطقة حي الجامعة نزور ثلاث محلات موجودة برفقة السادة البرلمانيين أيضا للأعضاء البرلماني العراقي بدورتها الجديدة نطلع على واقع الحال نشرح أيضا للأهالي هذه المناطق هي خطة أمانة بغداد بعملية تطوير بغداد ضمن مشروع نهضة بغداد بحكم دورنا الرخابي نوجه دعوة إلى سيد الأميني لإطلاع على الواقع عمليا لأجل تذليل المشاكل واليوم من على بن بربكم أقول هناك طبليط سيتخل حي الجامعة شروق جديد سيطل على هذه المحلات بعد إعادة تأهيلها وتطويرها خطوة لقد تأييدا من أهالي المنطقة لسيما وأنها تعاني من نقص الخدمات الريد جهود الأمين في هذه الجيم والتجيم مباركة إن شاء الله وزينا على المنطقة شوارعنا 637 حي الجامعة كلها عبارة مسحوقة سحك يعني شوفها ما تقدر تمشي حتى السيارة بها جانا أمين العاصمة وجانا سادة النوام وهدفهم أنه تغيير المنطقة يعني للأحسن وإلغاء التجاوزات إلغاء الاستثمارات المصحيحة فإحنا مبارك هاي الخطوة محلات سكنية في حيية جامعة والخضراء تضاف لقائمة المناطق التي سيطرأ عليها التغيير لتلتحق بالمناطق التي تم إنجازها ضمن رؤية الأمانة بمشروع نهضة بغداد من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير